السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن نجحة عملية رجيستر دعنا نرى إذا طلعنا من التطبيق وقعدنا للتطبيق مي فولي أتصور اسمها لا ما كان اسمي مي فولي ما كان اسمي مي فولي اثنت كيشن صح؟ لاحظ حلو 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 دعنا نحذف كل التطبيقات الموجودة أكي خلف الكواليس نرجع لعلم تلخي الاثنت كيشن الله لا 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 ابدع حقيقة ابدع الموضوع خلوني خلوني افرح شوي اوكي خلوني افرح شوي ابدع ليش لانه احنا حتى من نطلع من التطبيق اوكي من نرجع مرة اخرى للاثنتيكيشن يدخل للمين هذا الشي جميل انه احنا قدرنا نعمل تطبيق هو يفتهم لانه ليش عنده التوكن موجود في داخل المخزون في الموبايل فمن يشوف انه التوكن موجود خلاص يشتول التطبيق في حتى التوكن غير موجود لن يعمل احنا اكو شغلة عني نسيتها احنا ما عملنا لوغاوت لازم نعمل لوغاوت يا شباب طيب خلونا نشوف اللوغاوت كيف راح نعمله اذا جينا لوغاوت سهل جدا لاحظ المين انزل اسفل 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 انزل يا احنا احنا احمدين افتح انزل اسفل اسفل علام احنا الان لاحظ لما اضبع ضموبة تظهر لي كلمة ماذا سافل سهل اسفل اسفل غير م komt انتهم جماعة احنا شك بك شك بك من البداية احنا نكتب هنا احمد احنا احمد احنا احنا الان قلقر mirage الوغاوت خلينا نشوف طبعاً لما يعمل الوغاوت لازم نعمله فنستخدم الستارت اكتيفتي وحبيب قلبنا لحنولي بس كلاس حتى نرجع للوغاوت او للوغاوت الوغاوت موجود بما انه الوغاوت موجود هنا يعمل لك return true لماذا؟ هذا محتاجه اقدر بالSessionManager في عندي .getInstance لـ this class user logout جاهز عندي الفنكشن لما اجي على ال SessionManager user logout لاحظ هذا رح يمسح shared preferences يعمل له clear وبعدين يعمل له apply فا وين انت؟ وين انت؟ main activity فحنانا لما اضيفه الآن لما اعمل click عليها المفروض يعمل لي logout بس لكن ما ننسى انه هذا بس يعمل logout مفروض ان او ننهي هذا الكلاس اللي احنا موجدين بيها الماين activity ونقل لا start activity to new intent لي this activity فارزة منو احاولة لل login activity dot class تمام؟ طبعا تجدر تكتب هنا انا مثلا main activity dot this او this خليني نجرب logout ترن 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 انا متحمس للغاية متحمس جدا حتا نعمل test لل logout ما بقلنا شي شباب هنا نجي نقل Logout تران ظهر عندي Logout خلينا بالله نجرب نوقف التطبيق ونرجع تران ظهر عندك Logout إذن مادام عملنا Logout امسح التوكن من ال-Shared Preferences فليذلك ما رح يسمح لك انه تدخل لل-MainActivity لازم تعمل Login لازم 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 فإحنا أقدر أجي على سبيل مثال احنا عملنا محمود مو محمود at gmail.com and ال-Password رح يكون من 1 إلى 6 لا 8 صح خلني جي ينهر السود محمود محمود at gmail.com and at gmail.com at gmail.com شنو نانا نجي نضيف 123 123 45 65 67 8 back Login محمود محمود حلو حلو لا 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 حمودي ملك الساحة ملك الساحة خلني جي هنا نعمل خروج من التطبيق نرجع مرة أخرى ال-Authentication ال-Authentication هلا والله هلا والله لاحظ رأسا ندخل فصار عدنا Register ل Gesund Logout وصار عدنا Login اتخلصنا من اول ثلاث مراحل اللي هي الاثنتيكيشن سيستم بقى عدنا انتظروا انتظروا انتو الهنا وعوفكم أباد بقى عدنا الكراد لازم هالأربع حالات أيضا نعملها حتى تكون كامل تبلش مشاريعك وتنزل وتغطي الساحة الهنا وصلنا نهاية الدرس نلتقي ايكم بالدرس القادم مع السلامة